اشتركوا في القناة الرحمن الرحيم المشاهد الرياضي الكريم اينما كنت نسوق اليك تحايا عاطلات وامال النضغات وامال غير عاطلة هذه حلقة خاصة في برنامج دافورينا خصصناها لمباراة نصف النهاية الافريقي بين فريقي او ناديي الاهل المصري الذي يدافع عن لقبه بهذه المباراة وبين الفريق الجزائري وفاق سطيف كلاهما بطل وكلاهما كان قادرا عن الفوز في هذه المباراة لكن انا حقيقة هخص النادي الاهلي هنا باكثر قليلا من نادي بفاق سطيف انه الحقيقة كان في كلام كثير جدا عن فرقة الاهلي بعيدا عن الحديث السابق عن التسريبات بتاعت النادي المريخة وغيره انا حتكلم عن المباراة دفاقط الحقيقة عانى الاهلي كثيرا جدا من اللعب المتواصل هذا اللعب المتواصل ادى لان يعني دائما لما يكون عندك فريق بلعب بشكل دائم دائما هناك محاولة للمداورة بين اللاعبين هذه المداورة بين اللاعبين بتكون دائما اما في حالة الاجهاد او في حالة الاصابات وما بيكون عندك سكواد او فرقة او قائمة محددة بتلعب كل المباراة وبالتالي فانت في كل مرة من المرات بتدفع بمجموعة وتجلس مجموعة كانت بتلعب يعني غالبا لين عشان تريحن عشان ما تجهدن عشان كذا الكلام دا لم تسعة وتسعين في المية بيدبع ضعف في الاداء ربما يفوز الفريق لكن او يتعادل لكن وربما ينهزم حتى لكن المهم او الظاهرة اللي بتكون مهمة جدا هي ضعف الاداء وضعف الاداء بكل سببين السبب الاول انه مع المداورة المستمرة بيقل التجانس بين الاندية بين اللعبين ومعدم قل التجانس بين اللعبين فشكل الاداء العام بيكون اقل كثيرا جدا من اداء الفرق الثابت اللي هي عندها سكواد ثابت التغيير فيه محدود جدا الشتاني والمهم انه مع المداورة بيصعب على المدرب تصحيح الاخطاء لانه انت عايز تصحيح الخطأ عند اللاعب لانه عندك وقت مناسب مثلا بتلعب مباراة واحدة في الاسبوع وبالتالي اخطاء المباراة السابقة بتحاول تحلحيه هنا بتنزل اللاعب المباراة بتاعت هذا الاسبوع عشان تشوفوا الى اي مدى استفاد من تصحيح هذه الاخطاء فدي مشكلة حقيقية كانت بتواجه النادي الاهلي واللي كانت عامل ليه مشكلة لدرجة انه يعني لم يكن يقبل اي عذر يقدم بيتسوم وسماني للجماهير الفريق بيفقد او ينزف نقاط في الدوري هذه المسألة كانت بالنسبة للأهلاوية مشكلة كبيرة جدا والإعلام الأهلاوي دائما ما يحاول الضغط على موسماني للحصول على متين اخر هذه الضغوطات التي حدثت هي الضغط الذي حدث بالامس حينما اعلن المجموعة التي ستخوض مباراة بفرص طيف وكان فيها اربع لعبين او مهمين جدا خارج القائمة اللي هم محسن صالح محسن صلاح محسن ومحمد عبد المنعم والسولية وايضا محمد محمود وكانت بالنسبة للناس غريبة جدا خاصة محمد محمود في كيف انه يطلعوا ويعني انقلبت الدنيا رأسا على عقب ولم تنعدل على موسماني والناس بدأت تتحدث عن الغاز موسماني وكيف هو يحب ويكره وما إلى ذلك ثم جاءت مباراة اليوم وكان الغيور صحيحا استطاع ان يفوز بأربع أهداف ولولا القائم عفوا لولا يعني رحمة رب العباد والتي سخرت القائم لصد كورتين 100% والانفراضات التي ضاعته بأن كانت يمكن أن تصل هذه المباراة إلى أكثر من عشر أهداف بالمقابل لم يستطع وفاق ستيف كامل أو ناقص أن يصل لمرمى المهلي ما جدا وفاق ستيف فريق كبير جدا استطاع أن يهزم الترجي التونسي في عقر داره ما فريق ساهل يعني لكن لم يكن له وجود إطلاقا يعني وفي بون شاسع بينه وبين الأهل اليوم بوير ستاو استطاع أن يقنع الكثيرين بأنه عنده حاجة يقدمه وكان رجل المباراة وبس حظه يعني برغم أنه أحرس هدفين وساهم في الهدف الثالث إلا أنه كان يمكن جدا الليلة أن يكون حدافا لدور الأبطال يبقى القصة يا جماعة نترك الخبز الخباز أنا على يقين بأنه أخواننا المصريين ما حيبلعوا بيتسو موسيماني وحيظلوا وراه كده إلى أن يذهب لين أنه من جنوب أفريقيا وأسود البشراء هذه المسألة واضحة جدا وأنا لا أريد لشخصي عشان يعيد لي أنه والله لا هي المسألة ما كده يتكلموا معاه وهس الليلة حنسمع من هنا لغاية المباراة في الدور المصري اللي جاية سنسمع أنه ما فيه أحسن من بيتسو موسيماني ستجي الكورة بتاعت الدوري تطلع درون أو الأهل يلعب بشكل قبيح ويغلب أو أي شيء من هذا القبيل يبقى ندرع الجرس في هذا الرجل ويجب لهذا الرجل أن يرحل واضحة جدا أصلا ما في شخص تم محاسبته بالقطعة كما تمت محاسمة بيتسو موسيماني اليوم ما حيلقوا كلام يقول كلهم حيطلعوا يقولوا والله كويس لكن سيعزو ذلك إنه تم قرص من يعني لو لا تدخل الخطيب لما كان ذلك ممكن هذا ما صح هذه أفكار هذا الرجل هو استطاع أن يستخدم لعب بشكل طيب جدا كل الأهلاوية غير مقتنعين بي طاهر لكن هو الوحيد المقتنع به السبب الأساسي إنه طاهر بيدافع وقادر على اللعب في أكثر من خانة رغم إنه مرات في واحد لواحد ما بيكون جيد لكن لديه أشياء أخرى بتكون جيدة بدأ المباراة وخدت المهاجم الأول محمد شريف في الكنبة ولعب ببيرستاو وبرستاو كان عن حسن الظهر لا ولعب بمهاجم ومهاجم خفي كمان لعب بمحمد طاير غير المرغوب فيه فكلاعب أساسي وكمهاجم تاني ويعني أحرس هدفين أحدهما لم يحسب بسبب التسلل إذن دي مشكلة ما حتتحل بهذه السهولة ويجب على الناس إنها تكون موجودة على العموم مبروك للأهل المصري هذا الفوز ونسأل الله التوفيق لكل الأندية العربية والإفريقية وإلى لقاء قريب إن شاء الله